قدمت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صورة قاتمة عن الاقتصاد العالمي لعام 2023 قائلة إنه سيكون أصعب من العام المنقضي وأرجعت جورجيفا السبب في ذلك إلى معاناة المحركات الرئيسية للنمو العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا والصين صورة قاتمة رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي خلال عام 2023 في ظل تضخم جار وركود متوقع رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا حذرت من أن 2023 سيكون عاما صعبا متوقعة دخول ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود خلال العام كذلك لفتت جورجيفا إلى أن زيادة إصابات كورونا في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي خاصة مع تراجع نشاط الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2023 ركودا اقتصاديا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم حيث تعتبر نسبة النمو المتوقعة هي الأضعف منذ عام 2001 بحسب تقرير أفاق الاقتصاد العالمي التقرير الصادر عن صندوق النقد شدد على أن الأزمة في أوكرانيا مستمرة في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة خاصة مع تسببها في أزمة طاقة حادة بأوروبا وأتضاع في سعر الغاز الطبيعي بأكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021 كما قال الصندوق في تقديرات سابقة إنه من المحتمل بنسبة 25% أن ينخفض النمو العالمي دون 2% العام المقبل وهي ظاهرة لم تحدث سوى خمس مرات فقط منذ عام سبعينيات القرن الماضي ومع معاناة الملايين حول العالم من التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار الطعام والتدفئة والنقل فإنه قد يتحول إلى ركود أو كساد ما يشير إلى أن الأسوأ لم يأتي بعد سجلت كوريا الجنوبية أكبر عجز تجاري على الإطلاق في 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ورغم ارتفاع صادراتها لأعلى مستوى منذ عام 1956 إلى أن الواردات زادت بنسبة 18.9% على أساس سنوي إلى 731.2 مليار دولار العام الماضي ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 47.2 مليار دولار وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ إبريل هي المرة الأولى منذ عام 1997 التي تعاني فيها البلاد من عجز تجاري لمدة 9 أشهر متتالية أعلن وزير الطاقة البريطاني جراهام ستيورت أنه من المقرر تعزيز إنتاج الوقود النووي في المملكة المتحدة بما يصل إلى 75 مليون جنيه استرليني في محاولة لدعم تطوير بدائل لإمدادات الوقود الروسي واتفق زعماء مجموعة السبع في يونيو الماضي على بدء إجراءات منسقة لتقليل الاعتماد على الطاقة النووية المدنية والسلع ذات الصلة من روسيا قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبية كريستين لاجارد قالت إن انضمام كرواتيا إلى منطقة العملة الموحدة يظهر استمرار جاذبية اليورو وأضافت لاجارد أن كرواتيا عملت بجد لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو وقد كللت المجهودات أو كللت بالنجاح يأتي ذلك بعد أن اعتمدت كرواتيا اليورو كعملة لها وانضمت إلى منطقة الشينجين وهما محطتان رئيسيتان للعاصمة الكرواتية زغرب منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن كرواتيا هم تعطيل القواتية بالبقندة للغاية تدعين reviseو over the Eurowife وعقد نحو الكثير من الماضي